بعد السعودية والبحرين، الكويت غاضبة أيضاً من لبنان في بيان طلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة أراضيها واستدعت سفيرها في بيروت الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعاً لبحث تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج كل الحكومات اللي حكينا معها، كل المسؤولين اللي حكينا معهم بدلوا الحكومة تستمر وطلب من الرئيس ماتي أزعم الفكر من أستهالي الرئيس اللبناني ميشيل عون عبر من جهته عن حرص بلاده على إقامة علاقات طيبة مع المملكة الأزمة الدبلوماسية تفجرت إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن في مقابلة تلفزيونية قبل توليه منصبه، قال إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي يوم الأربعاء رفضت الحكومة اللبنانية هذه التصريحات لكن قرداحي رفض الاعتذار التوتر من شأنه تعميق الأزمة الاقتصادية في لبنان وتحديداً بعد إيقاف السعودية كافة الواردات اللبنانية إليها التأثير على المواطن اللبناني سيكون تأثير سلبي يعني شي طبيعي لأنه تاريخياً الدول الخليج والسعودية كانوا كثير بيقفوا بجانب لبنان العلاقات بين البلدين تشهد فتوراً منذ سنوات الرياض تتهم المسؤولين اللبنانيين بعدم التصدي لحزب الله المدعوم من إيران خصمها الإقليمي الأبرز من حقك كإعلامي مستقل أن تعبر عن رأيك في قضية ما أو تعلن موقفاً صريحاً منها بإمكانك أيضاً أن تدعم طرفاً ضد آخر في أي نزاع خذوا مثلاً للإعلامي اللبناني جورج قرداحي يدعم صراحة بشار الأسد وقواته وقد ينسجم هذا مع موقف بلاده من الصراع في سوريا لكن الآن هو وزير الإعلام في لبنان وبالتالي هو الناطق باسم حكومته وكل ما ينطق به هو موقف رسمي في تصريحات مسجلة وصف قرداحي الحرب التي يشنها تحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالعبثية وأشار إلى أن الحثيوين مقاومون يدافعون عن بلادهم الحلقة كانت مسجلة قبل أشهر لكن تم بثها منذ يومين في برنامج برلمان شعب على منصات الجزيرة أوتو بعد تقلد قرداحي للمنصب الوزاري طيب رفاع عن النفس مش عم يدافع عن نفس النسحوسين هلني عم بيعتدوا على حدا في نظري أنه هذه الحرب هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف لأنه في عدوان على العرب عفوا وسيرسلون مسيرات إلى السعودية ويضربون السعودية بس أنت متشوف كمان الأضرار التي تلحق بهم كشعب يعني يقصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراءهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي أفراحهم يقصفون بالطائرات يعني طيب اللي يعني إذا اللي من عمل بسنتين وفي ثلاثة ما رح تقدر تعمله بثمان سنوات يعني أصبحت حرب عبسية هذا وجهة نظر كلام قرداحي أثار رفضا خليجيا واسعا من اللاجهات الرافضة لهذا الكلام أمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز يقول جورج قرداحي هل تظننا حمقى؟ هل تصدق أنك وزير؟ هل تعتقد أنك ذكي؟ بإمكانك الاستعانة بجمهور الضاحية أو الاتصال بصديق من التيار الحر التيار الوطني الحر يقصد بانتظار جوابك النهائي هشام يقول فعلا الحرب يجب أن تتوقف لأنها عبثية وما صرف على ميزانية الحرب هذه من السعودية والإمارات في شراء الأسلحة لو كان صرف نصفه على الشعب اليمني لتغير الواطع ولم يكن من داع لإقامة الحرب باسل يقول الغريب الموضوع أن قرداحي لا يرى إجرام إيران ولا إجرام ميليشيات إيران ماذا فعلت وتفعل في بعض الدول العربية؟ ويرى أن الحوثي صاحب أرض وثورة والتحالف العربي عدوان يثق في بن زايد ثقة مطلقة ولا يتجرى أن ينتقد إجرام إيران حساب بن بطوطة يقول نأمل أن تكون هناك خطوة دبلوماسية رادعة جدا له لا سيما أنها لم تكن الأولى منهم بل سبقه بذلك وزراء سابقون بالحكومات اللبنانية السابقة وشخصيات لها اعتبار في لبنان من مختلف الطوائف اللبنانية اعتادوا بكل مناسبة أو غير مناسبة توجيه الشتائم من قبلهم للخليج الوزير جورج قرداحي رد على الانتقادات بالقول إنه أجر المقابلة قبل شهر من تعيينه في حكومة رئيس ميقاتي وأضاف لم أقصد الإساءة للمملكة العربية السعودية والإمارات التي أكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عباثية يجب أن تتوقف قلته عن قناعة وليس دفاعا عن اليمن ولكن أيضا محبة بالسعودية والإمارات عسى أن يكون كلامي والضجة التي أثيرت حوله سببا بإيقاف هذه الحرب المؤذية لليمن ولكل من السعودية والإمارات في خيمة بدوية بامتياز وفي رسالة رد على الوزير المتنحي شرب الوهبي الذي وصف السعوديين بالبدو تقصد السفير السعودي وليد البخاري أن يستقبل الوفود المتضامنة مع المملكة وبجلسة عربية على الأرض التقى البخاري زائريه من سياسيين ورجال دين أول الواصلين كان المفتي عبداللطيف دريان الذي أبلغ السفير رفضه كلام وهبي إنما صدر من إساءة مرفوض ومدان ومستهجن بكل المعايير وبالأخص معايير الأخوة العربية والأخلاقية أيضا ثاني الواصلين كان وزير الداخلية العميد محمد فهمي الذي أغرد خارج استرب الحكومي ليكون الوزير الحالي الوحيد الذي يزور البخاري إنما صدر بحق المملكة هو كلام مدان اليوم تركت التضامن الوزاري وجئت بصفتك وزير للداخلية بدون ما تكون مكلف في الرئيس حكومة تصريف الأعمال وجئت إلى دارة السفير أنا وزير داخلية وجئت بصفة شخصية ولم أترك التضامن الحكومي كتل القوات والمستقبل والاشتراكي التقت البخاري أيضا وجمعها بخطاب نفسه نجيين نحمل ساعة السفير الاعتذار من الخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومة المملكة والشعب السعودي كله وشعب الخليج على اللي صدر وهذا ما بمثل رأي اللبنانيين اللبنانيين أهل وفا إداء الوزير جبران باسيل لدورتين كوزير للخارجية ساهم بتدمير علاقات لبنان مع العالم كله واليوم شرب الوهبة بده وقف الضمير أو محاسبة ومحاكمة اليوم زيارتنا لساعة السفير أكدنا فيها أنه الكلام الذي نحكى من وزير خارجية لبنان غير مسؤول وغير أخلاقي كذلك حضر لتضامن وزير السابق نهاد المشنوق نتمنى أنه هذه السياسية أو هذه الغيم السوداء أن لا تتكرر وإن شاء الله لن نسمح بتكرارها أي أن كانت تمان وأي أن كانت الضغوط وأي أن كانت المتغيرات ومن زوار البخاري أيضا رئيسة الجمهورية السابقان ميشيل سليمان وأميل جميل الأساس هو العلاقة التاريخية العميقة ما بين الشعبين اللبناني والصعودي لذلك كل ما يتعلق بالمملكة ويمس بالمملكة يمس كذلك أما باللبنان الحكومة عليها واجب تكفي تصحيح الموضوع بالاتجاهين باتجاه السياسي ورئيس الجمهورية بتوجه له بصورة خاصة أنه يقوم بدور لإصلاح هذه العلاقة دور شخصي هو عبر الاتصالات وعبر اللقاءات مفتي عكار ومفتي بعلبك حضراء أيضا وكان لافتا حضور شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن رجل الدين الوحيد من خارج الطائفة السنية نستنكر ما حصل ونأسف ما حصل وخارج عن عاداتنا وتقاليدنا وأدابنا إنها اعتباطية والاعتباطية تصبح كالجواد الجامح تندفع بدون رؤية للعواقب يعني وزير الخارجي شرب الوهبة أهان هذا التراث أخضر تصرف غير مسؤول كذلك حضر إلى دارة المخاري متضامنا وفد الهيئات الاقتصادية وفد هيئة تنمية العلاقات اللبنانية السعودية ولفت حضور وفد من عشائر البدو في البقاع والجنوب الذين استنكروا تعرض وهبي للبدو ترجمة نانسي قنقر